على هامش معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا عقدت وزارة النقل ندوة تحت عنوان التطورات في مشروعات السكك الحديدية والأنفاقة بحضور الرؤساء الهيئات والشركات المشاركة في مشروعات الوزارة في مجالات السكك الحديدية والأنفاقة وتناولت الندوة الإنجازات التي تحققت خلال 2020 رغم جائحة كورونا وأصبح فيه تنافس شديد ما بين كل الشركات العالمية اللي بتعمل في مجال النقل وخاصة النقل الذكي على المشروعات المصرية ده نابع من أولاً ثقاتهم الكبيرة جداً في مصر ثقاتهم برئيس مصر اللي دايماً داعم لكل التطوير وكل التحديث وكل ما هو حديث وتكنولوجي ويؤدي إلى أمن وسلامة المواطنين عقب الندوة تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ الأعمال المدنية من الجزء الرابع من المرحلة الأولى للخط الرابع لمتر الأنفاقة ولتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والورش بالخط الرابع ولتنفيذ القطار القهربائي واتفاقية أخرى لإنشاء خط قهربائي بين ميناء غرب برسعيد وميناء أبو قير طبعاً مفهوم قوي أن أهم عناصر التنمية هو النقل حركة النقل للأفراد المواصلات فإحنا كشركة حكومية مسؤولة مع الحكومة على التنمية فإحنا حرصين على الاهتمام بمشروعات النقل من زمان وإحنا لنا بقى كبير في مشروعات الطرق والكباري والسكر الحديد دخلنا في مجال النقل كان في غاية الأهمية لأنه فيه تحول في مجال النقل إلى النقل الزكي وفيه رؤية لقيادة الدولة في الاهتمام بالنقل كان ده من نسبة أن المعرض يعتبر فرصة جيدة أن نشارك في المعرض ونتعرف على كل الشركات العاملة في هذا المجال وفي نفس الوقت نعرف كافة المشروعات والتكنولوجيات التي تشتغل في مجال النقل جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الطرق والسكك الحديدية وعزم على الاستمرار في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة النقل خدمات يبقى المواطن هو المستفيد الأول من الارتقاء بها